تعالي بقى في جزئية مهمة قوي قوي لازم اتكلم فيها وتاني حاعدها على حضراتكم احنا برنامج سوشيال ميديا ودايما بنجيب او بنتكلم على الترندات احنا برنامج الترند فانبارح في تويتر خطيرة خطيرة تالت خطيرة لحمد حساب ميدو لاعب نادي الزمالك الصابق والزميل الاعلامي تويتر ليه على حسابه على تويتر اريتنا اريضها يا جماعة قالنا كيف التويتر انا كده مش شايف التويتر بعيدة علي فانا هاجبها دلوقتي على الموبايل عشان اقرأها لان الكلام خطير جدا ماشي قالك ايه بقى قالك ايه كابتن احمد حساب ميدو قالك يا جماعة مبروك او قالك فيه معلومة عايز اقولكم عليها وسبق صحفي خلي بالك ركز في الكلام قالك فيه معلومة عايز اقولكم عليها وسبق صحفي من قبلها في سبع شهور الزمالك بطل الدوري لتالت مرة على التوالي لأول مرة في تاريخه يعني اول مرة في تاريخ ناس الزمالك لو فاز بطولة الدوري السنة دي يبقى خدها تلت مرات بالتوالي ما حصلتش قبل كيف في التاريخ يعني فهنا انا لازم اقف لان انا عايز اسأل الكابتن احمد حساب ميدو اسأله هل هي معلومة ولا تحليل معلومة ولا تحليل لو دي معلومة دي تبقى كارثة صودة طب جايب المعلومة دي منين يا ميدو لا عايزين نعرف انت ولا بتستنتج بس انت كاتب معلومة وخلي بالك التويتر دي تتزمن مع ايه اعلان مشاركة الاهلي بشكل رسمي في كاس العالم طب لو بتتكلم في جانب تحليلي فده معنى ايه معنى من وجهة نظري ان ميدو بيقول بسبب ضغط المباراة الكبيرة اللي حيقع على النادي الاهلي باضافة بطولة كاس العالم للاندية فبالتالي الاهلي حيتعرض لنفس السنوريهات اللي تعرض لها في اخر سنتين ولنتج عنها فوز نادي الزمالك بطولة الدوري فدي لو رؤية تحليلية من ميدو فتحترم بس هي في نفس الوقت اعتراف من ميدو الزمالكاوي اعتراف من ميدو الزمالكاوي ان الزمالك فاز بطولة الدوري السنتين اللي فاتوا بسبب ضغط المباراة اللي وقع على النادي الاهلي بسبب قصرة مشاركاته في مختلف البطولات تمام ووصوله للمراحل النهائية في كل البطولات فده اعتراف صحيح ده اعتراف صحيح من زمالكاوي كبير وهو احمد حسان ميدو ان النادي الزمالك فاز بطولة الدوري بسبب ان الاهلي كان عليه ضغط مباراة تسبب في اجهاد تسبب في تراجع مستوى فبالتالي كانت النتيجة فوز نادي الزمالك بطولة الدوري للموسم التاني على التوالي وده مش احنا اللي بنقولها ده كابتن احمد حسان ميدو لكن لو هي معلومة ومش تحليل فهنا لازم يكون في تحرك ونعرف ميدو جايب المعلومة دي منين عشان دي تبقى كارسة ومصيبة صودة ان في ناس او في توجه ان الزمالكاوي ياخد الدوري بدري بدري وده امر حيكون غير مقبول بالمر اشتركوا في القناة